السيكشن الثاني من شابتر 3 بيتكلم عن بمعنى ازاي اقيم الريسكس اللي ممكن تقابلني في البروجيكت بتاعي تمام وبناءا عليها اعرف التست افورت المتوقع لكل ريسك مقصود بيها البرودكت ريسك زي ما قلنا في الفونديشن اللي هي حاجات بتأثر في المنتج نفسه تمام البرودكت اللي انا بعمله سواء كان سوفت وير ويبسايت ايا كان طيب هي ايه الريسك الاول الريسك هي احتمالية حدوث حاجة نيجاتف او اندزيرابل بس احتمال تحصل يعني حاجة احتمال تحصل مش اكيد في المستقبل طبعا والحاجة دي سيئة اكيد لو الحاجة مثلا احتمال تحصل وكويسة مش هتبقى ريسك تمام ولو اكيد هتحصل مش هتبقى ريسك برضو مش خطورة ده كده خلاص حاجة هتحصل تمام بنحدد مستوى الريسك ازاي احنا عندنا حاجتين بنعرف منهم مستوى الريسك اللي قدامي اللي هو احتمالية حصولها تأثيرها ازاي يعني انا مثلا بتكلم عن قطع النت تمام فانما بنكلم عن النت يقطع في قاب مثلا بنشتغل فيه زي اوبر او النت يبقى مش مستقر بيقطع كتير تمام اللايك ليهود بتاع حاجة زي دي متغير متغير من مكان لمكان لو احنا مثلا في القاهرة في وسط البلد الانترنت احسن من قاريا مثلا لو احنا في اوروبا احسن من مصر فدي بتختلف تمام انما الامباكت في قاب زي ده ثابت ان انا ازا حصل قطع للنت تأثيره على القاب كده كده مسلا هيأثر بنسبة كزا لان القاب بيعرف يتعامل مع قطع نت او ما بيعرفش فالريسك هي ميكس ما بين الاتنين اللايك الهود والامباكت مع بعض طيب احنا في الاجياء البروجيكتز امتى بنعمل الريسكز بتاعتنا اول حاجة بنعملها في الاول في في اللي هما فاهمين الفيتشارز اللي احنا هنعملها ها بيدونا هاي ليفل اوفر فيو للريسكز اللي ممكن تقابلنا وبيشارك معاهم او بيساعدهم زهول تيم بما فيه تيسترز طبعا ممكن يشارك واسست في الريسك ايدنتفيكيشن واساسمنت دي اول مرة بنعمل ريسك اناليسيز بعدين كل اتريشن بقى التيم كله سواء من البيزنس او ديفيلبرز او تيسترز مع بعض بيبدأوا يحددوا ويقايموا كل كواليتي ريسك فكده الريسك اناليسيز يعتبر بيتعمل مرتين مرة هاي ليفل في بداية الريليس بلادنج وفي كل اتريشن بيبقى له ليفل اكتر عايزين نشوف امثلة على كواليتي ريسكز ممكن تقابلنا في سيستم فاحنا لو عندنا او ويب سايد فمثلا لو عندي ريبورت والنتائج اللي فيه بتطلع تمام مش دقيقة فدي تعتبر خاصة بالاكوراسي تمام ان الداة اللي بتطلع معايا او نتائج اللي بيشوفها اليوزر مش اكوريت حاجة تاني مثلا ان الاب ليس اليوزر بيدخل اموت وبيدوس على زرار الاب بيرد عليه متأخر او بعد وقت مسلا او بيتأخر عن الطبيعي تمام فدي طبعا خاصة بالايفيشنسي الكفاءة السيستم بيرد عليه بعدها دي تالت حاجة مسلا ان او الشاشات اللي في الاب او في الويب سايد صعبة تتفهم فدي تعتبر ايه دي اول حاجة خاصة باليوزابلتي والاندرستاندابلتي يوزابلتي قلنا السهولة بتاعت الاب واندرستاندابلتي يعني هل هو مفهوم ولا لأ طيب احنا ازاي بنعمل الريسك اناليسيز بيمر بمجموعة خطوات اول حاجة بنجمع التيم بتاع الاجيل كله كل التيم ميمبرز مما فيهم طبعا بعدين نكتب بتاعت دي مسلا على تمام نكتب كل الايتم زي اللي معانا في اللي احنا عايزين نعمل لها بعدين نحدد الخاصة بتاعت كل ايتم نبدأ نمسك كل ايتم ونشوف اللي ممكن تقابلني فيها احنا بنكلم على حاجة هنعملها تمام يعني احنا هنعمل مسلا صفحة في اللي ممكن تقابلني في الصفحة دي وطبعا كل ايتم بنشوف لها وممكن يطلع منها مجموعة مش لازم ريسك واحدة لكل ايتم بعدين كل الريسك بنكتب ليها بقى مستواها يعني احنا حددنا اه ريسك كتير تمام هتقابلني في المشروع خمسين ريسك مية فابدأ بقى ادي كل الريسك اللايكلي هود والامباكت بتاعها الخاصين بها بعدين بقى ابدأ احدد مستوى التيستنج اللي احتاجه لكل الريسك من الريسك اللي انا حطيتها دي وفي الاخر بما اني كده عارفت الريسك كلها وعرفت الامباكت واللايكلي هود بتاعت كل ريسك نقدر من خلالها نحدد التكنيك اللي همشي عليها في التيستنج بتاعي تمام اللي هواجه بها وهعمل الريسك دي بناء على كل ريسك ايه هي ومستواها عامل ازاي والكواليتي كاركتريستيك اللي هي بتواجهها كده بقى التيستر هيبقى جاهز ان هو يعمل ديزاين وامبليمينت واستيكيوشن للتيستنج بتاعه عشان يواجه الريسك دي